هلا وغلا اليوم جبنا لكم عاشر ألعاب غريبة وهي ألعاب تكون فكرتها مرة شاطحة وغريبة جدا بمناحة الجيم بلاي أو الرسوم أو حتى المظهر العام لها وقاما نبدأ لا تسون اتضروا اللايك واشتركوا بالقناة والحين خلوا لنبدأ أول لعبة معنا هي لعبة اوكتو داد فكرتها غريبة جدا بأنك تلعب بأخطبوط أب لعائلة مكونا من بشا والمميز فيها أن التحكم كان عن طريق استخدام أزرار الكتف يعني ال 1 وال R1 وال L2 وال R2 يمثل ذراع من الأذرعة اللي يملكها الأخطبوط اللي تلعب فيه ولازم تستخدم هذه الأذرعة بالقيام بالأمور اليومية مثلك تلبس ملابس وتروح البقالة تشتري أغراض البيت أو تداوم في مكتبك اللعبة الرهيب فيها أن الأخطبوط هو الوحيد الحيوان فيها والباقي كلهم بشر والأمر عادي عندهم جدا وأيضا في شطحات غريبة تضحكك وقت اللعب لأن التحكم أبدا ما فيه أي منطقية راح تحتاج تستخدم كل ذراع عشان حتى تمشي فيه من الأساس وأكتداد المصيبة في الأكبر أن كل حاجة ذراعه تمر عليها راح تلتصق فيها ويصير تجمع معاك حاجات ما تحتاجها أبدا ثاني لعبة معنا هي لعبة LSD Dream Emulator فكراتها بكل بساطة أنه تدرون خلوني أضرب لكم مثال عشان تفهمون الصورة أفضل تخيلوا أنكم طلبتوا عشاء دسم متأخر في الليل وكثرتوا أكل وبعدين عبيتوا الكرشة عندكم والأمور تمام وبعدها شربتم لتر لبن قبل النوم وبعدها نمتم تبدأ تحلم بأحلام غريبة وعجيبة صح؟ هذه فكرة اللعبة اللعبة من بدايتها إلى نهايتها ما فيها أي شيء منطقي راح تعيش خربيط أحلام وراء بعض اللعبة عبارة عن محاكال المشي ما راح تسوي فيها شيء غير أنك تمشي وتدخل من حلم وتطلع من حلم خلال فترة أيام تعدي داخل اللعبة ما في أي منطقية أبدا في اللعبة تعتبر لعبة تلحس المخ فعليا ثالثة لعبة معنا هي لعبة Bad Mojo اللعبة هذه مميزة جدا لأنك راح تلعب بأكثر مخلوق مكروح على وجه الأرض وهو الصرصور قصة اللعبة أنت شاب حرامي أسرك تفلوس ويوم هربك لقيت قلادة حولتك إلى صرصور ولازم تغامر وتحاول تلقى طريقة ترجع فيها إلى إنسان مرة ثانية أكثر شيء مميز فيها ومقرف في اللعبة هو أن رسومها كانت واقعية جدا وطريقة اللعبة بسيطة تلعب بالصرصور وتمشي فيه وتحاول تبتت على العوائق وفي نفس الوقت تحل الغاز وتنتقل من منطقة لمنطقة مثل الشوارع اللي يكون فيها حشرة ثانية تقابلها وزيت سيارات مسكوب على الشارع ما يخليك تعدي منها ولازم تدور على خشبة تمشي عليها من فوق الزيت وبعدها تروح إلى المنزل وتبعث عن المكنسة عشان تدخل فيها وتديك إلى مكان ثاني اللعبة كان فيها أفكار جدا غريبة وعجيبة وممتعة رابع لعبة معنا هي لعبة مستر موسكيتو فكرتها أنت تتحكم في ناموسا في منزل عائلة وتحاول أنك تقرصهم في أماكن متفرقة وطبعا تحاول أنك ما تطول في القرصة عشاس ما يتحسون فيك ويقتلونك المميز فيها أن فيها أفراد عائلة متنوعين كل واحد منهم له طقوس الخاصة مثلا الأبو يجلس في الصالة يقرأ الجريدة والأم في المطبخ والبنت في غرفة الاستحمام ولازم تحاول تجمع أكثر عدد من الدم في كل مرحلة وتقدر تستخدم أدوات تساعدك فيها والجميل فيها أن الجيم بلاي كان ممتع وغريب ويضحك في نفس الوقت خامس لعبة معنا هي لعبة إنكريديبل كريسيس من اسمها هذه تعتبر لعبة مصائب في حياة أسرة يابانية طريقة اللعب فيها متنوعة يعني في أكثر من نظام لعب فيها مثلا تكون تلعب في الأب ويكون في الدوام في المكتب وفجأة يكون مع الموظفين ويرقصون مع بعض وهنا تحاول اللعبة إلى لعبة إيقاع وبعدها فجأة تجمع لك كرة حديدية عملاقة وتتحول اللعبة إلى مطاردة مثل مراحل في ألعاب كراش وبعدها تدخل داخل المصعد يسقط وتتحول اللعبة إلى لعبة أضوة الزر على الوقت المناسب عشان توقف المصعد وما يطيح فيك وتموت طبعا هذا كله في يوم في حياة الدوام للأب فمن بالكم بباقي أفراد العائلة الثانين لعبة غريبة ومضحكة ما فيها أي منطقية مهما تحاول تبحث عنها في اللعبة فعلا لعبة مصائب عجيبة سادس لعبة معنا هي لعبة سيمان طيب عشان تكونون في الصورة وتفهمون اللعبة كويس خلوني أتكلم عن تجربتي الخاصة في هذه اللعبة في البداية سمعت عنها وتحمس أنها بتكون لعبة غريبة وعجيبة من مطور شنمو يوسيزوكي وبعد من شريتها فتحت العلبة لقيت يجي معها قطعة مايكروفون شغلت اللعبة وفي البداية تسمع صوت المعلق وهو المثل الراحل لنورد نيوموي المعروف بشخصية سباك من ستار ترك أول شي كان فيها عبارة عن حوض سمك فاضي يطلع قدامك في الشاشة ومظلم وفي بيضة واحدة وطلب مني المعلق أن يرفع حرارة الماء وسوي كم تعديلات داخل اللعبة وبعدين قالي تعال بكرة وفعلا جيتها بكرة وشغلت اللعبة مرة ثانية وصوت نفس الشي وبعدها البيض فقس وطلع منه مخلوق بحري بوجه إنسان في البداية وجهه كان زي رجال لكن صوت بكاء طفل كان جدا غريب وبعدها بأيام كبر السمكة وصار يتكلم وأول شي سألني السمكة بوجه إنسان هذا قالي إيش اسم أمك ما أكتب عليكم فعلا هذا اللي قالي إياه وبعدها سألني إيش اسم أبوي وإيش إيش طول وبعدها سألني عن عائلتي وإيش أدرس قام يسألني أسئلة شخصية كثيرة جدا وبعدها بأيام صار نفسية ويقولي خلاص لا تلعب فيني رح تولك لعبة ثانية وزعجتها مسكين وعصب عليه وبعدها أنا طفشت منها وسحبت عليه إليه ما مات اللعبة كانت تجربة غريبة وندمت أني شريتها ما منها أي فايدة سابع اللعبة معنا هي لعبة آي تشو أنيكي وش أقول عن هذه اللعبة اللعبة عن عبارة عن لعبة طائرات على هيئة رجال معظلين المصيبة أن كل شي فيها غريب من أعداء وقدرات غريبة حتى طريقة إطلاق من الرجال اللي تلعب فيهم غريبة تطلق من راسهم من فوض وهم يطورون يستعرضون حركات فكرة اللعبة تلعب بمصارعين كمال أتساب يستخدمون البروتين كسلاح ضد العداء والمراحل فيها غريبة جداً مرة تكون في الفضاء مرة تكون داخل مقهى أو مطعم لعبة غريبة وعجيبة من كل النواحي ثامن اللعبة معنا هي لعبة توكيو جانجل عالم اللعبة هو مدينة توكيو في اليابان فيه البشر كله مختفوا عن صحتها الأرض ورح تبدأ تلعب الحيوانات الأليفة اللي كانت تمتلكها البشر ورح تحاول أنك تكافح وتبعد عن أكل لك يعني لعبة صراع بقاء في بيئة إنسان كلها حيوانات في البداية رح تلعب بكلب صغير أليف حيوانات مفترسة وتبحث عن أكل لك مثل فار أو حاجة ثانية وبعدها ترفع من مستواك كلمة تاكل أكثر وتبحث عن حيوان ثاني تتكاثر معاه وتنتج حيوان جديد تلعب فيه اللعبة فيها تنويع حيوانات كثيرة وقابلين للعب من كلب إلى أسد وحتى تمساح وليميز اللعبة رسومها الواقعية الجميلة في وقتها تاسع لعبة معنا هي لعبة كتماري دمسي فكرتها أنت أمير وأبوك ملك الأكوان طلب منك أنك تروح لكوكب الأرض وتجيب موارد من هناك عشان يقدر يبنيك كواكب جديدة ورح تسألت أنت طيب يا بابا إيش الموارد تتاجع؟ ورد عليك كل شي ورح تقلت لأنت كل شي بعنقالك إيوان كل شي لا تخلي شي في الأرض إلا وإن شايله معك طيب يا بابا كيف أقدر جمعهم؟ بعطيك كورة صغيرة اجز دحرجها ورح يلصق فيها كل شي طبعا تبدأ اللعبة تكون معاك كورة صغيرة جدا تدحرجها وتكبر معاك كل ما شلت حاجة مثل كتاب، تلفزيون، إنسان حتى باخرة وطيارة ودبابة وعمارة كل شي تقدر تشيله في اللعبة ورح تكبر الكورة مع الوقت اللي تدحرجها فيه واللي توصل إلى حجم كواكب عملاقة لعبة جدا غريبة وعجيبة وسلسلة ناجحة آخر لعبة معنا هي لعبة مستر دومينو فكرتها تلعب بحبة دومينو كل ما تمشي يكون وراك قطاع دومينو ثانيات تكون أكثر عدد من قطع دومينو عشان في نهاية المرحلة تطيح حمرة بعض الجميل في اللعبة أن المرحلة يكون فيه عواق كثيرة تحاول تبتعد عنها والمصيبة الأكبر أن لعبك ما راح يوقف أبدا راح يمشي باستمرار وعشان يوقف لازم يستخدم مربعات معينة في الأرض تكون في المرحلة وتوقف عليها يوقف للحظة عشان تريد تجاهك وراح يكون في عواق كثيرة متنوعة فيها وغريبة وعجيبة شوفوا هنا طريقة اللعب وبتفهمون قصدي وهذه كانت عشر ألعاب غريبة أتمنى تكون عجبتكم وإذا عندكم ألعاب ثانية غريبة اذكروها تحت وراح أحط لكم إياها مع اسمكم في الحلقة القادمة إذا سوينا سلسلة ثانية عن هذه الألعاب الغريبة كما معكم في هذه الشيحة يعطيكم العافية ومع السلامة